اخلي بالك ان الزمالك يعني في وقت من الاوقات لا كان مع الاهلة الاعلامية ولا مع الاهلة كان متحكم بشكل كبير جدا في كل بقى السوق بتاع الكورة كان الاهلة متحكم فيه ورغم كده الزمالك كسب 14 بطولة في بداية الالفينيات وهو بينافس الاهلة المتحكم في كل شيء يعني انت النهاردة من بداية الالفينيات من 99 ألفين مهان سعاد لي عارف القصة دي ابتدأ الاهلة يتحكم في السوق ما انت يبقى رئيس نديك هو رئيسه الوكالة خسيبك بقى انا مش بتكلم ان الوكالة دي حلو 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 الماديك فرصة عقب طيب طيب لما رئيس نديك يبقى هو نفسه رئيس الوكالة الوكالة اللي بتبيع للأندية او بتتعاقد مع الأندية او موجودة حتى في الأظرف المغلقة اي ان كانت تسميها تسميها ايه ده قانونيا في اي دولة في العالم مش موجودة ابراهيم يعني انت النهاردة يخش يعني حتى الناس ما بتعملهاش بالشكل ده حتى لما ارتفع بل في بعض الدول النهاردة انت عدت سنين وسنوات وسنوات رئيس النادي الاعلي هو رئيس وكالة الاهرام للإعلان ونايب رئيس النادي الاعلي هو نايب رئيس وكالة الاهرام للإعلان فبالتالي فيه conflict of interest وفيه تضارف المصالح واضح وصريح وأراهن ان لو فيه اي بني آدم من الاسماء اللي انا ذكرتها يقدر انه هو ينفذ ده على الارض في وقتنا الحالي لا يمكن ليه؟ كده لان خلاص دلوقتي مع السوشيال ميديا ومع العلم اللي بقى دلوقتي كل الناس خلاص الـ knowledge بقى متشاف للجميع بقى دلوقتي انت ما تقدرش ان انت تعمل حاجة تعمل حاجة تعمل حاجة ايه ماشي ان انت تبقى عندك المنصبين في نفس الوقت والمنصبين حلو أبوك كارسة لا 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 ما حصلش مرسي عطالة لا مرسي عطالة كان اكتش بقى موكالت المقبل اللعلان فى الوقت دة الا وحسن الله كان رئيس مكالت المقبل اللي علينات تروح فين؟ الوكالة مستقلة تماماً عن دعنا جميلة انت رجعتنا اكنينا ما تكلمناش في الوقتية بحاجة لحظة واحدة بس لحظة واحدة لا مش لعوة انا قلتلك ان كان بيحصل بدنج كانت اظرف وتطرح وما زاد وما زاد الاهرام بتوصل لمليون جنيه اللي بعديه كان واصل تسعمائة وخمسين الف اعتبر الاهرام مش موجود طب وليه ده ما يحصلش رئيس النادي ما يبقاش رئيس الوكالة طيب يا عم ايه يعني هو يمنع ليه؟ كان الناس يمنع طبعاً مفيش قانون بيمنع هو النهاردة انت النهاردة ازاي تدي افضلية للنادي الاهلي بهذا الشكل وبهذا الشكل الواضح والصريح للجميع ان مفيش عدالة انت دخلتني ليه تخلي الناس تشك فيك ليه؟ ما جيب عهد تاني يا عم استنى بس وقبل حسن مكان الله رحمه اصد مرسي وبعد كابتن حسن ما جيه مية وكيل اه طب قولي بالله عليك لما لما ساد برطادة منصور ما عجبوش الوضع ده راح لاغي العقد مع الاهرام وحب بيشاول شكاية النتيجة ايه؟ كان غلط راجع عقل الاهرام من فضلك مخطرة غير مخطرة غير مقبولة طيب نسأل السؤال